الفكرة بس الأخيرة إنه فيه ولاد لما بيلاقوا ماما بابا بيحبوا بعض قوي وهو بيعبر لها عن حبه وهي بتعمل حاجات حلوة عشان تبسطوا لعلبي تغير تقول لك يلا بقى إيه أنا هروح أشتكي من ماما البابا عشان يعني يحسوا إن أنا موجودش واقف حياتهم مهتمين ببعض وأنا ما فيش يعني هوا معدي هون بيجي دور الأم الزكية والأب الزكي فلما بيكونوا الأولاد هم محور حياة الزوجين وأنا أشكر عزيزتي أشجان لما قالت زوجة ثم أم يعني بالغالب الناس شو بيفكروا أم ثم زوجة أم يعني أم يعني انتهت حيات الزوجين يهيئا لا أبدا زوجة ثم أم زوج ثم أب هذا يعني أن لحياتنا الزوجية حصة يومية ممنوع التدخل ممنوع الاقتحام إليها فيجب أن يكون هناك حصة لوحدهم أو على البلكونة أو مشوار يعني أنا بزعل كثير لما بشوف زوجين من شهور ما طلعوا مع بعض أو ما قعدوا قاعدة مع بعض ليه تركوا الأولاد لو كان يوم بالأسبوع عند التاتة أو عند الجدو وطلعوا يعني لو نصف ساعة مشوار ماشي ما تكلفوا أو حتى بغرفتكم عدوا قبل النوم عدوا لكم ساعة هذه مقدسة جدا وترمم كثير من اللي بيعملوا كده والعيال بتغير يغيروا برا لا يشبعوا يعني لما بتطلعوا والأولاد يدقوا الباب ويعملوا قصة الحزم والحزم بالموضوع هو اللي بيخليهم يعيدوها مرة تانية أما لما منتراها ومنخلي الله حرام اللي أولاد خلي يدخلوا معنا خلين نغضوا مشوار ويوم عن يوم حتخرب بقى لا ولما تيقوا طلبوا بوقت ديكم مع بعض هيبقى الحمقية مش منحقق شكرا